السلام عليكم الإخوة ورحبكم من جديد اليوم سوف نتعرف مع بعضياتنا كيف سوف نتحكم في الروتور D-Link DSL G-2452 G-O هذا الريفيرنس للعطاس مؤخرا تمكن توفر على هذا الروتور ان شاء الله سوف ندرك الكثير من الشروحات ونشكر خيوالي اليوم سوف نتحكم عن بعد في هذا الروتور ندخل الخاصية ونعرفوا كيف سوف نتعامل مع هذه الخاصية ونفس الوقت سوف نتعرفوا كيف سوف نتحكم الخاصية التي تجعل الشركة انها تدخل الروتور وتتحكم فيه او تدرك ميزاجور ونحن لم نعرفه كيف سوف نتعرفه في الحلقة كنت مهتم موادعنا معك الا تشارك على قناة لكي توصلك جميع الموادع التي تقدرنا فيك مستقبلا نقم معنا الى النهاية ونحن نتعرف كما تلاحظوا الاخوان نتعرف على الحاسوب سوف نتعرف أي متصفح ونحن نتعرف صفحة الروتور 129.160.1 لكي ندخله من الموجهة كما ترون كما ترون دائما ندخل الروتور وحتى انه هذا الوزرنم هذا وحتى وفيه الخصائص التي سنتحكم فيها ولكن انا كنتم ندخل الادمين الحصة الادمين كيف ندخله الادمين شرحتها من قبل فكتشفر هذا الروتور فكتشفر الحلقة في القناة وان شاء الله تتبعها لكي ندخله الادمين لكي ندخله الادمين وهنا ندخله يعني كل واحد وعنده الادمين الوجهة الروتور هي هذه اول حاجة نشرحها هي كيف ندخله الخاصية دائر 060 الخاصية التي تدخل منها الشركة وتدخلنا ميزاجر وتدخلنا بعد اعدادات داخل الروتور سوف ندخل القائمة فيها تير عندما تلاحظو هنا وعندها سوف ندخله الخاصية دائر 060 عندما تلاحظو هذه الواجهة دائر 060 الخاصية ستكون اكسبها تشكيل هذا انا سبقني ديزاكسيفيزا ورغم انني ما عنديش انوي ولكن هذه الخاصية ضرورة ديزاكسيفيزا هنا سوف ندخلها ديزاكسيفيزا كما تلاحظو نقلق على ديزاكسيفيزا جميع الخصائص تسمي بالرماضي وجميع الخصائص تسمي غير متاحة اي الشركة لا تستطيع تدخل الروتور لك رغم ان البيانس تتكدر لان هناك رغم ان تعمل ديزاكسيفيزا بيانات ولا ديزاكسيف باش ناكد ديزاكسيفيزا 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 كما تلاحظو الخاصية هناك ديزاكسيفيزا ديزاكسيفيزا اه هاد 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 هادي خصنا نشرحوها. نبطوح شوية انتحس. هاد القانة هادي خصنا نشرحوها باش الناس تفهم كيف يتعامل مع هاد الخاصية ذي اللي تتحكم في هاد الروتور هاد. اول حاجة كما نشوفو هنا اه 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 اصلي الريل اندكس. وكنشوفو تحت واحد الطابلو كاي لزان دكس هنا من واحد حتان خمسة. وفي هاد القائمة كاي من واحد حتان خمسة. اي اي اه اي رقم هنا كم اكمتين لنا الرقم اللي انتحت في الطابلو. مسال اذا بدغطت على الرقم واحد ان انا ككون تحكم في الopardOne regi Unix لرقم واحد اللي هو هاد. يعني الاعداد اللي اندكس اتمثيل هاد الرقم هاد. مسال اذا بغيتنا ان تحكم في الان دكس رقم جوش غrifبح لقائمة اللي هنا هنا. وغяти نضيف رقم جوش. هنا يا كتمتين لنا الاعدادة هذا في rq جوش كما ان تلاحظو انها اكسفة هنا. ولكن انا بغين للد兄 بروس ندم نزيف رقم واحد. غادي نضيف رقم واحد. هاد لان انكم كيفاش تتعاملوا مع هذه القائمة. دبا هناك رقم واحد كبيرين الخاصية. يعني. احنا غادي نكتب الخاصية. من بعد غادي نتعرفوا عليش عن خدمه. هنا كما كتلاحظون. كان هنا اه هما اللي بور اه هما الطريقة او الخصائص اللي غادي نتصلوا عبرها. اما عن طريق الويب. اما عن طريق التلنت او البيك او الاس اس عش. يعني هاد املكاتي او هاد النوافذ اللي غادي نشو عبرها. الا غادي كل خاصية غادي تكون عندها واحد املكاتي اللي غادي تربط لنا الاتسال. هنا الابليكاشي اللي غا نحتاجه هي الويب. كما تعرفنا في الروتور دية اه زي تي او كانت انترنت او لاوان. هناك نتعرف ذلك بالويب. اي ابليكاشي اللي قمنا نعمديره ويب. هناك خيار أخرى ولكن نديره هنا ويب. يمكنك تعمل الخاصية على كل شيء. ولكن أنا أحدد ويب. بالنسبة لحديد ويب. هذا ما هو أنترفيس. أنترفيس وان أو لان على بوت. الآن نختار وان. المنفذ وان هو يعني كيف نقوله الاتصال يعني الدخول من خارج الروتر. واللان الدخول من داخل الروتر. يعني كنا ندخل من داخل الروتر. يعني كنا ندخل من عن طريق الاي بي الخارجي. يعني الاي بي اللي قطعت هنا الشركة. ما شهر بمشي 129 او 168 او واحد. لا اي بي خارجي. نحن نتعرف عليه. ده بشوية ان شاء الله. هنا اعدادات هذه كتكون هكذا كملة. وش نديرو شي اي بي. ما غد نديرو شي اي بي. الاي بي غد نديرو إلا في حالة ما إلا كنت فيكسي. وحتى لما ما قمتش بالتثبيت للأدرس اي بي. ما شهر مشكلة. هذه الأخالات خي يبقوا هكا في الزيروات. ده با غدي مشي نعملو الست. غدي نتمنى عشرة التعواني. وغدي تشجل لنا الأمور. وغدي نلاحظو ان اكتف ولت هنا يا ياس. انت لنا وديك اه مستشرة ثانية تقريبا. نضغط على اوكي. كما كنت لاحظو اه اندكس واحد ولا اكتف في الويب والفورد. يعني هنا يمكننا ده با ندخله من خارج يعني من الشبكة الخارجية. آآ اللي غدي نتصلوا به دائما غدي نمشيون هما الاخوان دينا. كما كتلاحظو ها هو اي بي ادرس اللي عاتي هنا الشركة مية مية ستا وتسعين بوان سبعين بو واحد وسبعين بوان مية وتلاتة وتسعين. هاد الاي بي هدا يمكن لك تدخل من خارج الروتور. يمكننا نكوبيوها بهذه الطريقة هادي. ونمشيون اي صفحة. فسحوا اي صفحة. ما غدي نديرو هاد الاي بي هادي. يعني اللي غدي ندير هاد الاي بي هدا من خارج الشبكة غدي يدخل. يعني انا وخد اخر الشبكة يتفتح للأدرس اي بي. ولكن انت من خارج الشبكة غدي يتفتح لك الاي بي كما كتلاحظو. آآ واجهنا مشكل واحد اللي غدي نحاول ما امكان آآ نشرحه مستقبلا. هو ان عبر الهاتف ما كيقدرش يدخل هذا الاي بي هدا. معرفناش المشكل والسبب. ولكن غدي نحاول نشوفوا شي ابليكاسون لي آآ تساعدنا عن تجيل الدخول عن عن طريق الهاتف ان شاء الله. نتمنى الحصة اللي يوم تكونوا استفدتم معنا فيها واللي كنتي مهتم موادع دينا معلك الا تشترك على قناتينا بروغرافور. الى اللقاء اصدقائي الى حصة مقبيلة. اشتركوا في القناة